موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في المستهل استشهد شاب فلسطينيون وأصيب ستة آخرون أثناء مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية وأفادت مصادر أمنية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيمة وداهمت عدة منازل واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز ما أدى إلى استشهاد الشاب عمر يوسف حسن مناع فرارجة إثر إصابته برصاصة في الصدر فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأثناء شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت خمسة عشر فلسطينيا من الضفة غالبيتهم من الخليل أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد أن السلطة الفلسطينية ستواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة وأجدد الرئيس الفلسطيني في كلمة له في اجتماع الدورة العشرة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تأكيده الالتزام بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية باعتبارها الأساس لبناء منظومة سياسية قائمة على تبادل السلطة عبر صندوق الاقتراع على أن تشمل جميع الأراضي فلسطينية بما فيها القدس حسب الاتفاقيات المبرمة برعاية دولية أعلنت القوات الأمنية العراقية عن صدها هجوما لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد باستخدام القصف المدفعي كما تمكنت القوات المساندة بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في كاركوك من القضاء على أحد عناصر داعش كان يشغل منصب آمر سجون في ميدان الحلجة وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قوات جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على 16 عنصرا من التنظيم في محافظات نينوى وكاركوك وصلاح الدين وديالة والأنبار تم منذ قليل بالقصر الجمهوري في الخرطوم التوقيع على مراسمي الاتفاق أو التوقيع على اتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية بما يضمن تشكيل حكومة مدنية بالكامل ويتضمن الاتفاق الموقع عليه بنودا خاصة بمدنية السلطات الانتقالية دون مشاركة عسكرية في السلطات الثلاث السيادية والتشرعية والتنفيذية على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية يرأسه ورئيس الوزراء الذي يكون مدنيا مع تحديد فترة انتقالية بعامين بمجرد تعيين رئيس الوزراء بصلاحية واسعة لقي 14 شخصا مسرعهم في فيضان مفاجئ لنهر في جونزبيرغ التي شهدت عواصف رعدية السبت الماضي وأوضح روبرت مولوتزي المتحدث باسم خدمات الطوارئ بالمدينة أوضح أن فرق الإنقاذ تعمل إلى جانب مصالح شرطة جنوب إفريقيا على تمشيط الموقع باستخدام مروحية للبحث عن ناجين محتمل في نيجيريا هاجم مسلحون مسجدا واحتجزوا 13 مصلقا رهائن في ولاية كاتسينا شمال غربي البلاد وحسب ما صرح به جانبو عيسى المتحدث باسم شرطة كاتسينا فقد أقدم مسلحون في ليلة متأخرة من السبت إلى الأحد على مهجمة مسجد بقرية ميجامجي في مقاطعة فانتوى واختطفوا 19 مصلقا بعد إطلاق النار ما أدى إلى جرح الإمام ومصلق آخر وأضاف غانبو أنه تم إنقاذ عشرة مصلين فيما لا تزال الجهود جارية لتحرير الثلاثة عشر المتبقين بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز تابعوا ألت وانفو نيوز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقع الجزارة الدولية في خدمتكم دائما طبعا أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة